اشتركوا في القناة الوزارة كانت اعلانة جدر الامتحانات الثانوية العامة 2023 واللي هتبدأ يوم 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ويوم 13 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصى و18 يونيو اللغة العربية و20 يونيو المقبل للغة الاجنبية التانية ويوم 25 يونيو المقبل الكيميا لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية كمان اوضحت وزارة التربية والتعليم ان الطلاب هيحصلوا على اجازة عيد الاطحى المبارك من يوم 27 يونيو العام الجاري لحد 1 يوليو من نفس العام بمعنى ان الطلاب هيحصلوا على 6 ايام اجازة بعد كده هيستكملوا امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من اجازة عيد الاطحى وهتكون دوت يوم الاحد 2 يوليو وهنتحنوا في اليوم دوت مادة الفيزية لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الادبية نروح لخبر تاني متعلق بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واللي بتنظم معرض للسلع الغذائية ضمن مبادرة خير مزارعنا لاهلينا في السبت المقبل على هامش معرض ظهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي وده في اطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لاهلينا معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين وباسعار تنافسية مشيرة كمان الوزارة لأن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأرمان وهيعقبه معرض أخرى ببعض المحافظات وأن المعرض كمان هيقام على مساحة 600 متر وهينطلط مع بداية معرض الزهور وهيكون مستمر لمدة شهر في المتحف الزراعي في الدقي زي ما قلت لحضراتكم ويحتوي على جميع السلع الغذائية الاساسية اللي بتحتاجها الأسرة المصرية من الزراعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وحضرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين المواطنين من شراء المجهولات الثبائق الذهبية بدون التأكد من وجود الدمغة الهكومية عليها وكمان أكدت المصلحة على أهمية الشراء من المحلات المعروفة والموثوقة والفصول على فاتورة موضح فيها كل البيانات بتوصف المجهول شملة كمان الوزن والسعر منعاً لتعرضهم الغش أو التدليس بشراء ذهب غير مدموغ أو عياراته غير صحيحة من بعض ضعاف النفوس اللي بيستغلوا طبعاً الإقبال المتزايد للمواطنين على شراء الذهب الأوينة الأخيرة أخيراً مع أخبار التقص كشفت خريطة التنبؤات الجوية اللي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاط رياحة على مناطق من القاهرة الكبرى والواجه البحري وأيضاً السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة كمان أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى اعتدال حالة البحرين الأقم والمتوسط ووضحت أن حالة البحر المتوسط معتدل إلى مطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر أما بالنسبة للبحر الأحمر خفيف لمعتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونص كمان يشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء علشان يسود تقص مائل للبرودة صباحاً مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والواجه البحري وشمال الصعيد مائل الدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل البرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بأهم الأخبار خلال الساعات القليلة الماضية تابعونا على مدار اليوم المزيد من التغطيات بشكل كوم ويلة لفعو